بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بينات التكاليف في اتخاذ القرارات هناخد القرار الرابع قرار المفضلة بين التكنولوجيات البديلة يقوم هذا القرار على وجود أكثر من بديل للتصنيع ونختار بديل للتصنيع الذي يسبب تكاليف أقل أو يحقق صافي ربح إيه أهلا والمشكلة في هذا النوع من القرارات أنه في ضوء تكنولوجيا التي هي استخدام ألات ومعدات معينة في ضوء تكنولوجيا معينة قد تكون التكاليف السابتة عالية بالمقارنة بتكنولوجيات بديلة ولكنها في نفس الوقت تكون لها تكاليف تشغيل متغيرة منقفضة عن التكنولوجيات البديلة هيكل التكاليف هنا من متغير ثابت في اختلاف عند أي مستوى أو عند حجم تشغيل أي حجم تشغيل يمكن تبرير اقتناء تكنولوجيا معينة ذات تكاليف سابتة عالية مثال تخطط إحدى منشآت لعب الأطفال لإنتاج لعبة سعر بحة خمسة ريال ويمكن إنتاجها بطرقتين وفيما يلي بيانات الطرقتين في الطرقة الأولى وديه الطرقة التانية التكاليف السابتة تكلفة المبنى 4000 في الطرقتين تكلفة الصيانة هنا في الطرقة الأولى 3000 إيجارة هنا 6000 هنا 29000 تابع التكلفة المتغيرة مواد خامل الوحدة واحد وهنا وارض واحد عمالة مباشرة للوحدة 2.5 واحد المطلوب واحد اختيار التركة التكنولوجية الأفضل في كل حالة من الحالتين التاليتين حالة الأولى من متوقع تصريف 13000 لعبة أطفال في السنة الحالة التانية من متوقع تصريف 18000 لعبة أطفال في السنة طبعا كلمة تصريف هنا بمعنى كلمة بيع ونتوقع بيع المطلوب التانية حدد نقطة تماثل للتكلفة حجم المبعاة الذي يتساوي عنده أي من الطريقتين للحال قبل ما نحل لازم نجمع تكاليف كل طريقة لو جمعنا تكلفة تكلفة سابتة في الطريقة الأولى مجموحها الـ 12000 دي كلها بيانات معطف رأس السؤال فمن جمعها 12000 في الطريقة التانية مجموحة تكاليف السابتة 36000 طبعا التكلفة المطهيرة المواد المباشرة اللي هي المواد الخامل الوحدة والعمال المباشرة مجموحهم في الطريقة الأولى 3.5 في الطريقة التانية 2 يبقى كده جمعنا لو نلاحظ هنلاقي أن الطريقة التانية عندها تكنولوجيا سابتة عالية 36 أعلى من الـ 12 ده بالنسبة للسابتة وبتلاقي العكس اللي كان عندها تكاليف سابتة أعلى بتلاقي التكاليف المطهيرة للوحدة بتكون أقل من الطريقة اللي كان عندها تكاليف السابتة منخفضة في حال المطلب الأولاني لما نبيع أو نصرف 13 ألف واحدة بنعمل قيمة الداخل لا أنا عندي السهر كان معطى بخمسة يبقى ضرب 13 ألف في خمسة بخمسة وستين ألف سواء في الطريقة دي أو دي لأن إرادة المبيعات بتاعك سواء طبقة تكنولوجيا دي أو تكنولوجيا دي أنت بتبيع بسعر سابت نقص التكاليف السابتة الـ 12 ألف في الطريقة الأولى كانت 36 في الثانية وإنت بالتكلفة المطهيرة بنضربها في المتغير الوحدة 13 ألف واحدة اللي نصرفها في 3.5 لأن التكلفة المطهيرة الوحدة كانت 3.5 في الطريقة الأولى وكانت 2 في الطريقة الثانية يبقى 13 ألف في 3.5 تعمل لـ 4500 تلاتاشر الف اتنين تعمل ستة وعشرين. حطينا عرقام التكاليب بين اقواص عشان نجمحها اللي بين اقواص نجمحهم الاتنين مع بعض ونترحم من الخمسة وستين الف. يبقى هنا لو قلنا خمسة وستين الف ناقص اتناشر الف ناقص خمسة واربين كمسمية. يطلع صعف الداخل سبعة تلاف ونصف. التانية تطلع تلات تلاف. يبقى ايهم افضل? احنا كنا بنقول ايه? القرار ده توقف على ايه? نختار ترى اللي تجيب صعف ربها اعلى او تكلفة اقل. فدي هي اللي صاف ربها ايه? اعلى. طب لو جينا برضو في نفس المطلوب الاولاني بس الحالة التانية. لو حنصرف او نبيع تمنتاشر الف. نعيد قيمة داخل. بدل ما كنا بنضرب في تلاتاشر الف. هنضرب في تمنتاشر الف. يبقى دي المبيعات خمسة في تمنتاشر تسعين الف تسين الف. التكاليف السابقة كانت اتناشر الف وستة وتلاتين الف. والمتغيرة بنضرب التمنتاشر في تلاتة ونص والتمنتاشر في اتنين. تلاتة وستين وستة وتلاتين. نجمع برضو التكلف سابقة مع هذا او نقول تسعين الف ناقص اتناشر الف ناقص تلاتة وستين الف يطلع صافي الداخل خمستاشر الف. والتانية تمنتاشر الف. يبقى من